شاك جهز طب يلا بينا بيبدأ فيلمنا بالليل متأخر جدا وبنشوف جودي هي وصاحبتها لسه بخلصين صهرتهم مروحيا فبتركب صاحبة جودي تاكس وبتمشي وبتفضل جودي لوحدها وبيكون حواليها شباب كتير بيدايقوها فبتبعد عنه وبتحاول توقف تاكس وبيوقف ليها واحد فعلا ولكنه بيمشي قبل ما جودي تركب بعدين فجأة جودي بتاخد بالها ان في واحد في عربية ووراها وبيرائبها فبتبدأ جودي تجري في الشارع فبنسمع البطل بتاعنا فرانك اللي كان بيرائب جودي وهو بيقول انا عارف بيتك يا جودي وانا جاي لك وبتوصل جودي اخيرا بيتها ولكن بيكون فرانك وصل قبلها وبيعمل افلة فالكهراء بتتقطع عن البيت وبتكون جودي طالع على السلم وفرانك ماشي وراها وانما بتوصل عند الباب بتحس ان في حد وراها فبتلف عشان تشوف مين فبتلاقي فرانك في وشاها وبيقول لها رجاء ما تصرخيش انت جميلة قوي فبتصرخ شودي طبعا فبيرشاء فرانك السكينة في راسها وبيقتلها بعدها بيعمل حاجة فجئيت ان انا شخصيا بيمسك السكينة وبيقطع فروة راسها ومنعرفش السبب وبعدها بيروح فرانك بيته وبيقض عالكمبيوتر وبيدور على ضحية جديدة فبتكلمه واحدة اسمها لوسي ففرانك بيكتب لها انه اول مرة يستخدم المواقع دي وانه مش جريء قوي فبتقول له ابعت صورتك وبيختار فرانك صورة من الصور وببعتها لها فبتقول له واو انت كيوت قوي انا عايزي قابلك فبيتفعوا على معاد عشان يتقابلوا فيه في مطعم وبيكون فرانك قاعد مستني لوسي في المطعم فعلا فبتيجي وبتقول له انت شكلك احلى بالصور ومعظم الولاد بيبعتوا احلى صورة لهم وفي الحقيقة شكلهم بيبقى معفن انت العكس بيكملوا راغي في حاجات كتير ولكن فجأة فرانك بيدوخ وبيبدأ تخيل حاجات زي ان لوسي بتنزف من وشها وان كل الناس اللي في المطعم قاعدين بيبصوا عليه فبيقوم جاري على الحمام وبياخد من دوة كان معاه فحالته بتتحسن شوية وبيرجع ياخد لوسي وبيوصلها لبيتها وبعد ما بيوصل لوسي بيطلع معها ولوسي بتعرض عليه يشرب حاجة ولكن فرانك بيبقى عايز يمشي فلوسي بتفضل تكلمه وتقوله انها معجبية جدا وعايزها يقعد معها شوية وفرانك بيكون متوتر جدا وعايز يمشي فلوسي بتبدأ تمسك فيه وبتقرب منه ففرانك بيمسك لوسي وبيقنقها وبيقتلها بعدها بيبدأ يكلم نفسه وبيقوله نفسه انت ليه كل واحدة تحبها بتقتلها وبعدها بيتطلع المشرب بتاعه وبيقطع فروة راسها وهو بيقول لجسط لوسي ما تخفيش انا هرجعك للحياة من تاني وبيروع فرانك وبنكتشف ان بيته مليان مانيكانات ان كلهم عليهم فروة راس وبيبدأ فرانك بيكلمهم يقول لهم انا جايب معايا حد جديد وبيكون موجود مانيكان جديد بيشي من عليه الكيس وبيحط فروة راس لوسي وبيبدأ يثبتها بدابيس وفجأة بيتخيل ان المانيكان دي بقت البنت لوسي وانها حية قدامه وبيكون على السرير واحدة تانية بيتعصب عليها فرانك ومعرفش السبب وبيبدأ يكسر في حاجات كتير حواليه وبيبصوا لنفسه في المراية وبيكسرها بعدها بيفتكر فرانك وامه وانه كان بيسرح لها شعرها هو صغير وواضح انه عقدة فرانك دي سببها امه اللي ماتت وثابته وهو بيعمل كل ده عشان يفتكرها وتاني يوم بالصبح بيصحى فرانك وبنكتشف انه عايش في محل تماثيل وبيلاقى واحدة وقفة قدام المحل وعمالة تصور التماثيل من الشباك ففرانك بيخرج كلمها وبيقول لها انتي بتعمل ايه فبترد عليه بتقول له انها عندها معرض فني للصور وبتصور التماثيل عشان تحطها فيه ففرانك بيعرض عليها ان يوريها شغله وبنكتشف ان فرانك شغال في المحل ده وبيعمل تماثيل ومانيكانات وبيقلب رزقه يعني فالتماثيل بتعجب البنت قوي وبتطلب منه ان يعمل تماثيل مخصوص للمعرض بتاعها وبيعرف ان اسمها ان فبتبدأ تسأل فرانك على المحل وهو اشترى منين فبيقول لها ان المحل ده بتاع امه انجيلا وهو ويرثوا منها واسم المحل على اسمها فبتدي ان رقمها لفرانك عشان يكلمها بخصوص التماثيل وبتمشي بيخش فرانك قطه تاني وبيلاقي ان القودة مليانة دبان حوالين فروات الراس لان فيها دم بيجذب الدبان فبيبدأ يرش عليه عشان يقتله وبيخرج بعدها عشان يدور على ضحية جديدة وهو ماشي في الشارع بيرعب كل الستات والبنات اللي ماشية وبيدور على حد يلفت نظره لحد لما شاب بنت رقص الجنباز وفضل ماشي وراها ودخل معها محاطة المترو وركب نفس عربية المترو اللي هي كانت فيها وهو قاعد كان قدامه راجل بيقرأ جورنانو مكتوب فيه خبر عن قاتل متسلسل بيقتل البنات وبياخد فروة راسم وان الشرطة بتدور عليه وطبعا كلنا عارفين ان القاتل ده يبقى فرانك المهم المترو بيقف والبنت بتنزل وفرانك بينزل وراها فبتاخد بالها منه وبتزعق له وبقول له انت ماشي ورايا ليه وبتبدأ تصرخ وتنادي على اي حد يساعدها لكن الوقت كان متأخر ومحاطة المترو كانت فاضية زي الصحرة فبتخرج من محاطة جاري وبتمشي في الشوارع الظلمة وفرانك مكمل وراها والبنت بتنزل الجراش على امل انها تلاقي حد ينجدها وطيرب من فرانك لكن ولا حاجة من دول بتحصل وفرانك بيخش عليها وباستخبع تحت واحدة من العربيات اللي في الجراش وبيقطع رجل البنت من تحت بعدها بيبدأ يطعان افضارها بعنف قوي واكيد طبعا بياخد فرهة راسها تاني يوم بيكون فرانك شجلعة تماثيل بتاعة ان وهي عملة تصور فيه صور للذكرى بقى وكده وبيعودوا يتكلموا كلام فلسفي كتير وقد اي ان تماثيل دي ساعات بيبقى فيها مشاعر اكتر من الناس فان بتقول لفرانك انا بتفع معك جدا وبتبدأ تدريجيا تعجب بيه بعدها بيوريها نتيجة نهائية للتمثيل لطلبتهم وبتعجب بيهم جدا وبعدها بتعرض عليه انهم يخرجوا ويتغدوا سوا وبيروح يتماشوا في الحديقة ويكملوا رغيوهم عن التمثيل بس فجأة بيدوغ تاني زي ما حصل في المطعم مع لوسي وبيسيب ان فجأة وبيمشي ما بيكونش معاها الدواء بتاعه فبيوصل الصيدلية والدكتور بيدي له بخاخ بيساعده شوية انه يتحسن وفي نفس اليوم بالليل بيبعت فرانك عقد هدية لاند كاعتزار ليها يعني بسبب انه مش وسبها مرة واحدة وبيرقبها من بعيد وبيتصل عليها بالتليفون وبشرح لها انه صعب بيجي له اصدع نصفي وبيضوخ وبيتعب كده وهو مش وسبها لانه نيسي يجيب الدواء بتاعه معاه فبتتفق معاه انهم هيعوضوا الخروجة بتاعتهم بانهم يروحوا يشوف فيلم سوا ففرانك بيقول لها هو ماله ليه لا تاني يوم وهما في السينما فرانك ما كانش مركز مع الفيلم اصلا وكل تركيزه كان على ان اللي بيبص له وتقول له ركز مع الفيلم يا ابن انت في ايه ولكن لما بيبص على الفيلم بيتخيل نفسه هو البطل جوا الفيلم وبيشوف نفسه هو بيخنق لوسي ولكن الحمد لله فرانك ما دروخش زي كل مرة وخرجوا من السينما بسلام وكل واحد روح على بيته وفي الليلة اللي بعدها بيتشايق فرانك عشان ديليه تفتتاح المعرب بتاع ان وطبعا الشغل بتاعه وتماثيله هكون في المعرب وبيخش وبيبدأ يكلم ان وبيتكلمه على جمال صور ان والتماثيل بتاعت فرانك بعدها بيخش فرانك الحمام وبيكون واحد من صحاب ان جوه فبيحول صاحب ان انه ينرفز فرانك وبيقوله ان التماثيل بتاحته غريبة وملاش لازمة وبيمشي وبيسيبه وبعدها بتكلمه واحدة برضو بتقوله ان التماثيل بتاحتك دي انت جايبها من الزبالة ولا ايه فرانك بيقول لها انه تعب عليها. وده شغله. فبتمشي وبتسيبه قبل ما يكمل كلامه. وبعد اما المعرض بيخلص فرانك بيمشي وراه الست اللي كانت بتكلمه لحد بيتها. وبيخش وراها البيت. ولكن هي ما بتكونش حسب بيه. وبتخش تاخد شاور في البنيو. ففرانك بيخش عليها وبيغرقها في المية. لحد لما بيغمى عليها. بعدها بيخرجها وبيضبطها وبيبدأ يعزب فيها. وبيقطع فروة راسها وهي صاحية. بعدها بيقتلها وبيمشي. وتاني يوم بالصبح فرانك بيتسع على ان وبيلاقيها بتعير. وبتقول له ان مديرة اعمالها ريتا تقتلت انبارح بالليل. بعدما كانت معانا في المعرض. ففرانك بيكتشف ان السيدة اللي قتلها دي هي ريتا. ففرانك بيقول ايه رايك اجيلك بدلا لما انت قعدها لوحدك. فبتوافق. ويا ريتها ما وفقت. بيوصل فرانك البيت ان وبيخش بيلاقي في واحد عندها. فان بتعرفه عليه وبتقول له ان ده مرت انجرها. فبيسلم عليه فرانك وبعدها مرت بيخرج وبيمشي. وبيفضل فرانك معان لوحدها. واللي كانت منهارة بسبب موت مديرة اعمالها. فبيبدأ يهديها. وبتقول له ان انها ماتت بسببي. المفروض انا اللي كنت اوصلها. ففرانك بيقول لها لا مش بيسابك هتوصلها ليه? وبيتها كان قريب من المعرض اصلا. وكمان اللي قتلها قاتل متسلسل عن مال يقتل في البنات بقى له فترة. انت ملكيش اي زمد. فبتترعب انا وبتتخضه بتسأل فرانك انت عرفت منين كل الكلام ده? وعرفت منين مكان بيتها? فبيقول انا قابلتها مبارح وكلمت معاها صدفة. طب عرفت منين اصلا ان اللي قتلها قتل متسلسل. الشرطة ما نشرتش تفاصيل قتل ولا اي حاجة. انت عرفت منين يا فرانك? وفي اللحظة دي انا عرفت حقيقة فرانك. فبدأت تقول له روح يا فرانك. انا عايز انام دلوقتي. ونبقى نتكلم بكرة. ففرانك بيقول لها عايزة تماشيني بعد ما جيت لك مخصوص هو ده ينفع. وبيبدأ اي زعب فرانك لها. فبتيجي الام منه في الشقة. وبتمسك سكينة وبتقول له ايه بيد عني. ففرانك بيقول لها اهدي اهدي وانا اشرح كل حاجة. لكن اام بتضرعه بالسكينة وبتقطع ايده. ففرانك بيرميها على الترابيزة ازاز بعدها بيشدها من رجليها. ولكن اام بترفصه بتضرعه بالسكينة تاني في ايده. وبتصرخ وبتنادي على جرها مارتن. وبتخش الحمام وبتقفل على نفسها. ومارتن بيجي وبيخبط على باب الشقة. ففرانك بيستخبر الرباب وبيفتح له. وبيغبطه بالسطور في بقه. فبيقع على الارض. وبيروح فرانك عشان يحاول يخش على ايه. وبيقول لها انا اسف افتح الباب. وانا هشرح لك كل حاجة. لكن مارتن بيكون لسه عايش. وبيغبط على راسه من ورق. ففرانك بيمسكه. وبيضربه. وبيرميه على الارض. وبيكون انا فتحت الباب عشان تساعد مارتن. لكن فرانك بيخش عليها وبيلف السطرحة وينرسها. وبيغنقها لحد ما بيغم عليها. وبيشيلها وبيحطها في عربية في الكنبة اللي وراء. وبيمشي بيها. بيوصل بيته اخيرا وبينزل وبيفتح الباب اللي وراء عشان ينزل انا. ولكنها بتكون صحت. وبتفاجئه وبتعانه في بطنه. بايدي المانيكان. فبيمسكها. وبيحاول يغنقها. لكن هي بتجرب وبتسيبه. وبتبدأ تسرق عشان حد يساعدها. وبيكون في عربية ماشية. فبتوقف لان عشان تركب. وفعلا بتركب وبيكون فرانك قدام العربية. فبيقبطوا. وبيوقع فرانك على الارض. والعربية بتتخبط في الرصيف. وان بتترمي الازاز بتاع عربية بسبب قوة الخبطة. وبتوقع على الارض. ففرانك بيمسكها وبيقول لها ليه عملت كل ده? انا بيحبه وكونت عايزة بقى معاكل. ولكن ان خلاص كاب بتودع. ففرانك بيخرج المشرب بتاعه. وبيقطع فرغو طرصة. وهي بتحتضر في مشهد مرعب جدا. وبعدها بياخد فرغو طرصة. وبيحطها على المانيكان. وبيلبسوا في فستان فرح. وبيحط الخاتم في ايدي المانيكان على السن دي ان. وبيشيلها وبيدخلها غرفته. لكن كل المانيكانات التانية بتصحى. لوسي وجودي وريتا ورقست الجنباز كلهم بيسحوا. وبيبدأوا يكلموا فرانك. بعدها بيمسكوه. وبيكتفوه. وبيقطعه في ايده ورجله. وبيقطعه معاه والجد اللي على وشه. وانكت في فستان الفرح. وبتلاقي فرانك هو بيموت. وبعدها في فترة بتكتشف الشرطة ان فرانك هو القاتل. وبيخش على بيته. وبيلاقوا فرانك ميت. بس في ارضية الحمام. وفرانك كان بيتخيل ان البنات هي اللي بتقتله. لكن في الحقيقة هو اللي كان بيعمل كل ده في نفسه. وقتل نفسه بعد احساسه بالزنب تجاه كل اللي عمله. وطبعا يا صاحب انا عارف انك مستفدتش بربع جنيه من الفيلم. بس انا اعمل ايه? انتو طلبت الفيلم فانا رخصت. اعمل ايه? اعمل ايه يعني? اعمل لايك اشتراك. افعل جرس. روح الحال. اشتركوا فيديو الجاي. يلا. السلام.